طيب خلينا نبدأ في الأول عشان إحنا بما أننا بيكون عندنا المساحة أكبر في المنتخب الوطني ويعني مع إعلان يعني ده شيء أنا شايفه يعني مش عايز أسبق السؤال اللي بسأله لكن شيء محترم إنه يتم الإعلان إنه والله يوم الأربعة الجاية هيبقى فيه مؤتمر صحفي رسمي وهيتم تقديم الجهاز الفني بالكامل وشايف الخطوات يعني اللي بيتم فيها لسه ما شفناش يعني تصريحات رسمية كتير نادرا على الإعلام لكن كانت قليلة لكن شايف فكرة إنه مهم جدا إنه حتى وإن كان لازم أقدم الجهاز الفني بالشكل اللي يليق بأنه في مؤتمر صحفي وما إلى ذلك طبعا للمرة الثانية والثالثة والعشرة بنبارك لكابتن حسام حسن ومبارك لمصر كلها كابتن حسام قيمة كبيرة وقيمة عظيمة جدا وأعظم مهاجم الكرة المصرية وإن كان من وجهة نظره هو الأعظم يعني أعظم من ارتدى رقم تسعة في الكرة المصرية أنا كنت بعشاوه بحب لعبه جدا كمهاجم كبير فكابتن حسام حسن إن شاء الله بتمنله كل التوفيق مهم جدا الخطوات فعلا زي ما أنت قلت تكون سريعة يعني عشان تبدأ تشتغل من بدري تبدأ تشتغل بوقت بشكل كافي وبشكل سريع كابتن حسام محتاج الفترة اللي جاية عنده مسؤولية كبيرة جدا عارف حاجة أنت مستنيها بقى لك كتير فلما جيلك في ناس هتبقى تتمنى لك الخير كتير وفي ناس هتدعمك وفي ناس هتبقى مستنيها لك على الغلط فأنا أتمنى إن كل الناس دي كلها تجتمع على قلب رجل واحد وتكون كلها في ظهر كابتن حسام حسن للمطلوب الفترة اللي جاية دي يكون في دعم كبير جدا للمدرب الوطني ممكن أنا سمعت المداخلة بتاعة كابتن طارق وكلامك معاه الدعم الدعم مهم جدا فلما اتحاد الكرة دلوقتي بيقرر إن يوم الأربع هيبقى في اجتماع إن شاء الله بإذن الله ويبقى لشكل رسمي الإعلانة عن المدير الفني كابتن حسام حسن وجهازه بالكامل من بعدها هيبدأ مباراة الدورة الممتاز على طول أعتقد كابتن حسام وجهازه هيبدأوا الشغل كابتن حسام على دراية كاملة بلعيب الدورة المصري فرصة كبيرة جدا إنت عايز أقولك إن الفترة الجاية تبقى قوية جدا في الدورة المصري لإن كل اللعيبة عارفة إن كابتن حسام ما عندوش يعني الإسم الكبير والنجم الكبير بتاعه اللي هيتعى في الملعب النجم الكبير بتاعه اللي هيموت نفسه في الملعب وهنيجي للتصريحات بس أنا أنا بتكلم في كابتن حسام في تصريح في تصريحات ما أنا بتكلم فأنا يهمني جدا إن الفترة اللي جاية اللعيبة كلها تركز في الدورة المصري اللعيبة كلها تطلع أقصر ما عندها لإن كابتن حسام اكتشف لعيبة كتير كابتن حسام بيحب دايما يجيب اللعيب الجعان كورة بلغة الكورة كده اللعيب الجعان اللعيب اللي ما عندوش تشبه اللعيب اللي عنده تموه اللي عنده رغبة. كابتون حسام عنده ميزة كمان تجدد الدوافع. كابتون حسام دايما عنده وحوافز عنده دوافع جديدة. دايما عايز يكسب. دايما عايز ما بيحبش الخسارة حتى في التمرين. يعني خلي بالك في التمرين. كابتون حسام بيكره الخسارة. كابتون حسام دايما هيحط لعيبته اللعيب اللي مش هيستحمر الضغط العصب والنفس اللي كابتون حسام هيحطه عليه. انا بقول لك دايما عايز مكسب ودي حاجة كويسة جدا حاجة مميزة جدا لو رجلنا لتصريحاته لو عايز نتكلم فيها كمان التصريح اللي هو اللعيب اللي هيماوت نفسه او اللعيب اللي هيحترم تيشيرت كابتن ابراهيم يعني هو الكابتن ابراهيم قال وده يمكن قلناه في بداية التقرير قال بالزبط بالنص انه الجاهز بدنيا واللعيب اللي هيبقى عنده احترام لتيشيرت او تيشيرت منتخب مصر اللي لابسه وبيبزل كل ما في وصعه عشان يعني ان هي هي مهما كان كنت كبير كنت صغير سنا مقاما ارتداء تيشيرت منتخب وطنك ايا كانت طبعا جنسيتك كمان يعني احنا نكلم ده على بستوى لكل المنتخبات ده هو اللي هيبقى المعيار في اختيار اللعيب التصريح محترم انا التصريح ممكن اتقابل من بعض الناس بسخرية لكن في ناس طبعا المتفهمة الموقف واللي بتقدر الموقف بجد لا بتحترم التصريح بشكل كبير جدا للكابتن ابراهيم وكابتن حسام هم شخصية واحدة الاتنين تفكير واحد نفس الروح نفس الشكوط الشخصية فالتصريح مهم جدا ليه لان مهما كان اسمك من غير روح من غير قلب داخل ارضية الملعب التاكتك هيبقى موجود اكيد والخطط والشغل الخططي والشغل الفني هيكون موجود لكن اللعيب كورة بدون روح وبدون قلب مش هيبقى حاجة لا انت دلوقتي شوف لعيبة كبيرة جدا انت بتشوف فرانككسي مع المنتخب الافواري روح وقلبه وغيرة كبيرة جدا على تشيرت بلده لان اسم كبير وعارف ان ده هيضيف ايه ليه لما يكون بطل افريقيا انت بتكلم دلوقتي اهلي جدا بيقولك افريقيا تنتظر رئيسها فانت بتتكلم ان هي حاجة كبيرة جدا اسمنت مع المنتخب النجيري هو ما بفكرش اللي انا احسن لعب في افريقيا ما انا بتكلم اللي هو مش احسن لعب في افريقيا فهيجي متعالي لا شوف علاقة الحب والود اللي بيده بنزميله شوف علاقته واسراره وروحه داخل الملعب ده اللي يقصده